مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم السلساء الخامس عشر من شهر أغسطس آب الفين وثلاسة وعشرين الجيش البريطاني يتحرك في ثلاث مقاطعات ألمانية، لماذا؟ وفقاً لقيادة الجيش الألماني في برلين، فإن الجيش البريطاني ينقل قوافل عسكرية من المركبات السقيلة والدبابات وآلاف الجنود من شرق مقاطعة نودغاين فيستفالن إلى منطقة التدريب العسكري في مقاطعة زاكسن أنهالت مروراً بمقاطعة نيدا زاكسن والسبب هو استعدادهم للقيام بمناورة عسكرية تسمى العاصفة الحديدية، بدعم وتنسيق من الجيش الألماني حيث جاء حوالي ألفين جندي بريطاني إلى ألمانيا للمشاركة في التدريب وبالتالي لا تتفاجأوا إذا شاهدتم مركبات عسكرية على الطرق السريعة في المقاطعات الثلاثة التي ذكرناها وحاولوا ترك مسافة أمان وعدم القيادة بين القوافل لأسباب تتعلق بالسلامة وزير المالية الاتحادي يزور كييف سافر وزير المالية الاتحادي غيستيان لندنا لأول مرة إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي حيث وصل الوزير إلى كييف بالقطار لإجراء محادثات سياسية وقال إنها لحظة خاصة ومؤثرة بالنسبة له أن يكون في كييف وأنه مقتنع الآن أكثر من أي وقت مضى بأن أوكرانيا تعرضت للهجوم من قبل روسيا لأنها اختارت الديمقراطية واقتصاد السوق الحر يعني النظام الاقتصادي الليبرالي الذي يعتمد على العرض والطلب والمنافسة الحرة بدون تدخل من قبل الدولة بحسب نتيجة استطلاع للرأي أجراه المجلس الاستشاري للاندماج والهجرة صرحت أكثر من ثمانين بالمئة من العائلات المهاجرة بأنهم يشعرون بالانتماء إلى ألمانيا وبحسب الخبراء تزيد المهارات اللغوية والاتصالات خارج البيئة الثقافية للفرد من الشعور بالانتماء ولكن الاستطلاع كشف أن المهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق يشعرون أنهم ينتمون إلى ألمانيا أكثر من الأشخاص من أصل تركي أو من جزور تعود إلى دول أخرى في العالم كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في التقديم